وإحنا منستعرض الأسماء دي سواء على مستوى المنتخب الوطني أو على المستوى المنتخب الأولمبي بتشعر بالفقر يعني إنمت حتى نجومه لعبة الأهلي بيزينه قوام المنتخبات حتى ولاد النادي الأهلي اللي أعيره أحمد ياسر ريان العربي بدر عمار ده بالتأكيد ده بيكسبهم خبرات دولية كبيرة جدا جدا بيقدر النادي الأهلي بعد كده يستفيد منها أو موسيماني يقدر يستفيد منها الفترة اللي جاية كمان ما ننساش أن والتر بواليا النهاردة بينضم للمنتخب منتخب بلاده في الكنغو علي معلول سافر صحيح مش هيشارك بس عشان عنده إصابة ولكن هو لعب كبير جدا نهاردة في تونس إليو ديانج بينضم المنتخب مالي ودي برضو حاجة تخليك تشعر بالطمأنينة إنك النهاردة متطمن على فريق الأهلي في ظل الأسماء الكبيرة دي التي احنا عملين نتكلم عنها وموجودة في الفريق من ضمن الأسماء دي في نجل يستحق يستحق إن احنا نوقف عنده ونديله حقه لأن أنا بشوف الحقيقة إنه مستوى رائع مش بس في المباراة اللي فاتت لا كل اللي قدمه مع النادي الأهلي طبيعي جدا إن انت تطلع وتنزل يعني بس هو هيظل صاحب القضية ممكن نحمد أفشا محمد مجدي أفشا الحقيقة اللي أعتقد إنه من أفضل صانع ألعاب في تاريخ مصر في الوقت الحالي وعليه أمال وطموحات كبيرة جدا سواء بقى من الجهاز الفني أو المنتخب أنا مش بقول الكلام ده من فراغ أو تحيز ولكن دي الحقيقة أفشا منور جدا مع الأهلي واللي يثبت إنه أفشا منور الحقيقة إنه النهاردة صفحة دوري أبطال أفريقيا والكون فدرالية الأفريقية التابعة للتحاد الأفريقي الكرة القدم كاف بتختار أفشا صانع العافري الأهلي ضمن أفضل أهداف الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا وكان أفشا طبعا تعارفين إنه سجل فيه ثلاثية الأهلي ضد فيتا كلاب الكنغولي وكان ده طبعا في كنشاسة كانت أجواءها صعبة جدا انتهت بثلاثية تاريخية للنادي الأهلي كان منهم جون لأفشا